لم تتوقف سير العملية الامتحانية في مديرية حيفان رغم شدة قصف ميليشيا الحوثي والمخلوع على بعض المناطق هنا في جنوب المديرية وتحديدا في منطقة المفاليس يؤدي أكثر من مئة طالب وطالبة الامتحانات في وضع هو الأكثر تعقيدا إن لم يكن الأخطر تم إبلاغ دائرة التربية والتعليم فيما حدث من قصف عشوائي إلى قوار مدرسة موارب الخطاب مفاليس من أعالي قبال العبوس وما أدى إلى إرباك العملية الاختبارية داخل المركز الامتحاني وأدى إلى إغماء بعض الطالبات عام كامل هي المدة الزمنية منذ أن تمركزت الميليشيات في التلال الجبلية الشمالية المطلة على المنطقة لتحول بعده حياة المواطنين إلى جحيم عملية الاختبارات مشات السلحة بشكل محققات في بداية الفترة أساءت بالفترة الأخيرة من مواد الرياضيات أساءت جدا نتيجة لوقوع الاشتباكات ووقوع بعض الصواريخ حول المدرسة الدفع بعجلة الامتحانات حتى نهايتها في مثل هذه الأجواء غير المستقرة دفع ببعض الطلاب لمواصلة الامتحانات وتجاهل سماع دوي الانفجارات غير أن هذه الأوضاع تركت حالة من التشتت والاضطراب لدى بعضهم لم نستطع تأدية الامتحانات بشكل مطلوب لسقوط القضائف إلى جوار مدرسة عمر بن الخطاب وذلك أعتكس عليك عام نفسي يتطلع القائمون والطلاب هنا في المركز الامتحاني في مدرسة عمر بن الخطاب إلى إنجاح العملية الامتحانية وإتمامها دون توقف جراء ما تشهده المنطقة من قصف هو الأكثر ضراوة في المديرية خصوصا بعد أن بات هذا المركز عرضة لتهديدات ونيران الميليشيات